في عام 2023 عطلت القيود الاقتصادية والإجراءات المالية الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا اقتصاد البلاد ورغم ذلك سعت إدارة رئيس الفلادمير بوتين إلى حلول مالية بديلة أهمها إطلاق الروبل الرقمي مع قرب نهاية العام الثاني على العملية الروسية الخاصة التي بدأتها موسكو في شرق أوكرانيا يحاول الاقتصاد الروسي الصمودة في مواجهة العقوبات الغربية التي وصفت بغير المسبوقة وعلى الرغم من أن الأرقام تؤكد الفوز الروسي في حرب الطاقة مع الغرب عقب تحول اتجاه صادراتها إلى الدول الشرقية فإن الخوف من ارتفاع التضخم ومزيد من تراجع قيمة الروبل في أسواق العملات لا يزال قائما ما دفع البنك المركزي الروسي إلى رفع سعر الفائدة الرئيس أربع مرات خلال ثلاثة أشهر كان آخرها بمقدار 200 نقطة ليصل إلى 15% مقابل 9.5% التي كانت قبل اندلاع الحرب وفي سعي من موسكو إلى السيطرة بشكل كامل على نظام المدفوعات الإلكترونية وخاصة بعد فصل روسيا عن نظام سويفت تم إطلاق الروبل الرقمي الذي يسمح للأفراد والشركات إجراء العمليات التجارية باستخدامه لتنضم بذلك إلى نحو 20 دولة أخرى تتجنب تعاملات المصارف الدولية على أمل أن يساعد الأمر في الالتفاف على العقوبات اعتماد الروبل الرقمي تظهر أهميته على المدى الطويل وعلى المستوى الوطني من المفترض أن تقوم 30% من المعاملات داخل الدولة بهذه العملة وذلك من أجل معرفة وجهة هذه التحويلات والحد من الفساد كذلك فيما يتعلق بالتحويلات الدولية يمكن اعتبار الروبل الرقمي كأداة تسمح لروسيا بإجراء المعاملات المالية بغض النظر عن العقوبات المفروضة الأقاليم الأربعة الجديدة التي تم ضمها إلى روسيا حصلت هذا العام ولأول مرة على قروض للبنية التحتية من الميزانية الاتحادية حيث تم تخصيص 50 مليار روبل إضافة إلى 300 مليار روبل إضافي أوعز الرئيس الروسي غاديمير بوتين بتخصيصها من الميزانية الأمر الذي لم يرى فيه خبراء أثرا سلبيا على اقتصاد البلاد روسيا وفق منظوماتها المالية والاقتصادية اعتادت على تقسيم الأقاليم إلى مانحة وأخرى متلقية للدعم فإذا كنا نتحدث عن الأقاليم المانحة فطبعا تأتي في مقدماتها موسكو كونها تعتمد نموذج الاقتصاد ما بعض الصناعية أي الاقتصاد الخدمي وهو الاقتصاد الذي يعتمد فيه جني الدرائب على المنظومة الخدمية وليس الصناعية وفي تحدي لما تسميه روسيا بهيمنة الغرب تلجأ موسكو إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا حيث اتقبلت مدينة سان بوتروسبورغ قمة روسيا إفريقيا في محاولة روسية للعب أدوار مهمة في القارة السمراء تزامنا مع التنافس الصيني الأوروبي فادي صالح المشهد موسكو اشتركوا في القناة